المواضيع اللي قدم هنا امير تسويت في الامير قلبه معبي الامير قلبه معبي على هو كنا نحكيه ونحن السيد المستمعين هكا نبرتجيه شوية من القوف امتعنا لو كنا نحكيه على الموضوع اللي بش تم تناوله من قبل بينصور امير وفما صار دبات وراحكيه بعد شوية على الدبات كيفش كان عاود نجدد لك التحية امير مرحبا مرحبا نور مرحبا لك بالكل وكيف المستمعات والمستمعين كما قلنا بكري في الاول الحصة بش نحكيه على المساعدات او اليعانات اللي بحث تم تونس السوريا وتركيا بسبب الزلزال كان موسيادة وموسيادة بش نعاونوا العبيد في المصيبة متاحهم ولكياته الانسانية اللي صارت ما رحنا كما قلت لك سمع بد يمكن الغرامة بتاع التنبير والتفريق ولا عندهم يعناها يحطوه في كل شي وهو رو مش صحيح نعملوهم الكل لما ثمح ويش معناها نكونوا فيهم جديين وكونوا فيهم عناها نحكيوا فيهم بمنطق الجد خطر مهم مش طاعته فريق. اه تونس كيما بقيت الدول الكل بعثت اه مساعدة في ايطار التكافل وشد الازر كيفا كيف الدول الكل كما قلت بعثت مساعدات لسوريا وتركيا بعد الززال اللي يضربهم. نعم. وهذا مش جديد على تونس ومش اول مرة مش اخر مرة. نعم. خدتهم بعد نرجع بالتفاصيل. ما رأينا ستي ثمت وينسة منيش فاهم كيفاش يقرأوا في الاشياء كيفاش ينظروا لها ومانا منظور ينظروا للاشياء. يفركوا فيهم ويقزموا من الشي اللي عنوتوا بلادهم. قالوا شنوه احنا مستحقين. قالوا شبعثنا. نحب نقول لهم يا سيدي اللي بديدكم. اي? بينبالة حليو بيعثة تلاث طيارات. تلاثة طيارات ما شاء الله. من المساعدات من الرجال من اللي ستاف من الحماية مدنية مهندسين اه اطبا بايش يقوموا باللازم ويعاون الناس في محنتهم ومصيبتهم. اي? راهوا الفايدة بيه ساعة جلد الذات كنقولوا احنا بيدنا مستحقين واحنا تعبين واحنا معناها اولى باللي باش نبعثوه. هذا ممكن معاك فيه صحيح. اه? اما راهوا زيدة. اه كما قلت البارح كيتشوف جارك مستحق تقسم معا الخبزة. اه? ها. واحمله جميع ريش. مي? اه? خلينا نذكروا انه تونس. خنقولوا ساعة خنل النقطة هذي عبش نتوسعو فيه. هو اه اختلفت الاراء صحيح. خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي البارح. اه على الموضوع اه هيدا. يقولك احنا هاو نعطي يعني مش نحكيو بكل بيانسور جدية وبكل اه موضوعية عالرأي والرأي المخالف يعني اه برشانيش شو اللي قالوا قالوا احنا ديجا مزنك يكون نقبلو في المساعدات معنا احنا بيدنا ديجا اه معناش اه 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 اللي كافينا. الوخ كيفيش اه اه نساعدو في بلاد اه بلاد اخرى مغير يعني بغض النظر على كيما قلت انتي التنبير يعني هذي الفكرة الرئيسية اللي ايجوا بها بعض الاشخاص على مريقا اع تواصل الاجتماعي يعني يقولك احنا بيدنا ديجا مستحقين مساعدة. الوخ تونس كيفيش جيت هالي اعتصاح على يعني الانيساتيف اللي قامت بها ولكن بعض الاشخاص راواها آآ بزغ شوية. منهم خلود ديجا هابش نجيك خلود. الوه الارأي اللي هنش ناخذ اراي لكيب ونرجع لك خاطر هذي الباز اللي انطلقت منه. خلود شنو ورايك في الفات اللي تونش قدمت مساعدات لدولة كانت شهدت يعني كثة طبيعية وانسانية كما قال امير كما سوريا باي انا راني بش نحكي من منطلق براجماتي باي احنا دولة بش نحكي لا انسانيا ولا اخلاقيا مش نحكي من منطلق هذيك خاطر اخلاقيا انو انسانيا نعاون وندزو الاخر نفس. اما مش نحكي من منطلق انو احنا دولة توا تاعبة وضعيفة واقتصاديين داخلين على ازمة كبيرة وتدهور كبير وممكن كان مش حاجة اكيدة راهوا السيناريو متاع لبنين بش يتعاود علينا. احنا مزلنا الجمعة اللي فاتت تناخذوا فيه بيت من عند ليبيا والدولة دخلتهم للسوق التونسية تبيع فيهم بالفلوس. مع انت شوف الدرجة احنا قدش تاعبين اقتصاديا. انا معاه انو نبعث ومعاه انو ننسان دول كل اما توا دولتنا مستحق الاعانات اللي فيها الشعب هاي. بش تغمن الاستقلالية متاحة ورانيكي نحكي على الاستقلالي ليست نحكي على الاستقلالي في الحكم نحكي استقلالي الاستقلالي اقتصادية لانو احنا احنا اذا كبش نكملو في اثنية ذي بش نواليو تابعين فرنسا تابعين اللي يوكل فينا مش نواليو تابعينو. مش يواليو يستعمرو فينا مش والي عنا تابعي اقتصادية كبيرة. باي. هيدا الدولة. دولة دولة. اللي حتى وكان مش نكملو في السياسة هذية تاوينا راني بش ما نظهرش خايب معانيها والكل راني نحب نعاون وماذا بيا نعاون. اما اذا كان بش نعاون مش نعطي برشة. نعاون 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 وماذا نعطي شوية هنو على كما نقولو تطير ملي. انا معانا ونعطي يا نعطي برشة انفا برتوت. يا ما نعطيش جملة خطر دولتي تابع ونعرف اللينا توا على مشارف الافليس وعلى مشارف تضخم مالي كبير. وعلى مشارف برشة حاجات خايبة تنجم الضرن. راهوا اسمعني كي لا فهمي ما حابتش تعطيني كريدي وقتلي لزمك تنحي الدعم لتركيا حلت فمها وتكلمت. ولا سوريا حلت فمها وتكلمت. ولا سوريا حلت فمها وت وتكلمت ولا فرانسا حلت فمها وتكلمت. ووقتلي يبهض بحالتنا في المؤتمرات العالمية حتى دولة ما حلت فمها وتكلمت على خطر نعرف اللي كل دولة ذريعك يعليف. هاداش نفهم انا. اذا كانت تحبني نخام مما فيها بمنطلق براجماتي بحث اه افكاس. امش تقول لي منطلق اخلاقي وديني وانساني. فانا معا انو نعاون. بالعكس انا كان يقولولي انك تمشي تاويكة تبطوع عن كلهما. كي سبيل. كي سبيل الانسانية. انا مش على روح. واضح. ا لا اله لله محمد رسول الله. امه. الاحكاية وخلود لكله انا معاها بنسبة تسعين بالمئة. امه. بالمنطلقة ذاكة. وبالتفكير اللي اه يفكروا فيه معناها معناها بالتفكير السياسي. والمعناها واللي بش يصير معناها شنو اللي فيه. به لهناء الاعانات اللي اه اللي راهي بش اه اللي اللي تعطات الدولتين ولا تحديدا السوريا. امه. راهوا العباد ما ميمشيش في بالكم راهي الاعانات كانت بش ولا ماكل ولا ما عشانوه. انا قاعد الراف التصويره قاعد الراف التصويره اه اعوال اه اعوال الحماية المدنية. اه اه ولا ولا ستاف ميديكال ولا من عشان. ينجم يكون بالحق اذا كان نحنا ما نجموش نعاونه. معناها بحق نحنا في ازمة ما نجموش نعاونه بالفلوس ولا ولا بالاعانات اللي يفاهل ماكلا معشانو اللي يستحقاها معناه الحاجات ذلك. رنا نجمو نعاونه بالحاجات الطبية كيما قاعدين الراو معناها في التصويرات. سامحني يا حامزة كيفش نقص عليك ونتعصف عليك شنعاونه بالطبي احنا دجا دويات نقرقوا بيوم باش يهبطونا الدويات للفرماسي. ليه ستاف باش يعاون معناها الطاقم الطبي تقصد. ايه ستاف. ايه ليه الكفاءات مي سيلش. كفاءات خليتش. خليتش. اما تدوي احنا دجا ماكنا بعضها. معناه الرمفور معناه الرمفور في معناه في الاشخاص اللي اللي باش تزح من الناس. امير والله. ما تغشش مني. اهو اشي حبي يكلمي. حتى صعيب. امير توا عوشي يكملنا الموضوع. وبعد ما سمعت الرأي ولا الرأي المخالف. الكلمة عند كاميرو. هي فقط كبخيتو. السيدي خلنا بديه بخلود. ايه? المنطلق البراقماتي اللي حكيت عليه هاي. هو بيدو لعتندوه برح جميعا كلي ما يخلوه حتى حد حتى مساءة بخير. كنا نخمو كيف خلود منطلق براقماتي. طب حتى حد ما عايش نعاونوه حتى حد ما عايش نعاونوه حتى حد ما عايش نعاونوه. دجا كما جيش خيرنا سابق هؤلوه ما عايشي. هاي؟ هذا يا دقا. دقا. خيرنا سابق. ثانيا قالت بيش عاولنا وقال ديش عاولنا تلثة طيارات فيهم فيهم موات طبية مش شرطية دويرة ولي مفقود معني بعثنيها فاسميت ذوكم موجودين عنا مش مفقودين عنا معني ما يقلقوش كنا بعثوهم ذوكم يا الثيارات تم دول عظمى كبيرة انا بعثتهم مش خليني نقول راهو مش اول مرة مش اخر مرة قبل في ليبيا دي جاء الثورة متاحهم حدودنا تحلت الليبية خرجت مساعدات وعملنا مخيم كامل وكنتم المطوعين فيه انا شخصيا حاضر بداية هذومة معناها خيرنا سابق حتى كنبعثونا هذي حاجة نتفقو عليها للحقيقة توني زيارة حدا حد ما عامل مزيار لينا ديما توني السابقة سابقة ما تجري واحدة في السباق وكيف ما تعمل نبيعون في المسعدات ديما يقول لك افرش تاقة ما تتغطى كيف كيف هبا خليف ليبيا كنا في القضية الفلسطينية كنا احنا ديما نبعثو صح في الحرب ضد العراق كنا كيف كيف في الاوبقة في افريقيا في الاوبقة والمجاعات في افريقيا كنا سابقين واحنا صغار نتفكروا كنا نلموا صحيح صحيح من مصروفنا كنا نهزو في المقرونة والروز وكنا نهزو برشة حاجات دونك راه اليوم راهو هذا واجب انساني اذا كم يش تخمم فيه براجماتية رأس مالية كما يخموا فيه جماعة يبيا راح سكروا الحدود وسكروا المجال الجوي هذوكم راح مخموا مجال براجماتي كيف كيف هو براجماتية تخليك تخليك قوة عظمة تخليك انية نية تخليك قوة عظمة ليه وكمش حلوة الدباء اذي اه 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 قوة عظمة تعلي في مخك انتي مهيش براجماتية هذيك براجماتية انتي هذي استغلالية استعمارية توا احنا من من الوقتيش من في كل ازمة نحلوا يديننا هكا للخير ونعاون وكل هذي هذي ما عاش هو منطلق اخلاقي هولا منطلق التزام اذي في كل ما تصير ازمة في العالم تونستمشي التجري هو التزام اخليقي وانساني بالطبيعة هي لا انا ماشي نحكي على التزام اخليقي نحكي على التزام التزام ليه ما هوش التزام هو ما قالك حد يمشي بالسيف اي انتي هكا فرشتو فرشتو التوركية هيعطاتك سوق مويزية هعطاتك مش تغطى سوق مويزية لا لا نرجعه سياسيا نحكي لي على عشرة سنين لتعديوك يفيش كون حال باب التوركية مش انا حال باب التوركية عايشو خنا ايه 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 اذا موضوع شائك ايه انا تقول نحكي انه شو مانيش نحكي على سياسات الدول نحكي على الانسانيا مربوط ببعض ليه 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 كان هكا عالتا كل سياسة الدولة عالتعمل اه حاجة خائبة في العالم انا تبعى في التزام اه اه مع انت هيعانة تقول هذي يدخل في سياسة الدولة زيدة هذي سياسة عالمية هذي هذي يخي تشو جارك منكوب بتعونوش امال امير اذا كان انا منكوب في داري. اذا يا بولا. اذا يا بقتل الامير قلبه مع اذا قتل جارها منكوب متعونوش. احسن حاجة نختمو بها. معناها سمحني روكي مش نقص عني. في اخر داخل. معناتها انا المي قطر عليها في داري ونمشي نهز البان ونحطو في دار في درجالي. معناها بشو. اهي. هو اليد العليا خير من اليد السفلة. وهذه خير قول تضعو لي اخيك ونتضعو لي اختك. هو بيدورا. نفصل نفس المثال. معناها. و دائما. اه يعطيك صحة اللي عرجت على الموضوع. و اه اه مشكورة خلود على الرأي المخالف كمام. ايه. ونعاونوا لعباد. باش كنهار تلي انتيحوا و يضربنا زلزال. ملقاوش كون يعاون. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله. ان شاء الله ديما في العليل. و ان شاء الله ديما تونس في العليل. و ان شاء الله اليوم يعطيكم الصحة. ساعة. اه نس كل اللي يتبعتونا. من اه تونس الكبرى في القروة. انا نجمع مرسي اللي كيب الكل حقالي. كانت ناشطة بارشة اليوم معاكم. و شاء الله هكا الاجواء الحلوة. اه كانت حلوة معاكم.